برضو من الحاجات الغريبة شوية او مش غريبة يعني عادية بالنسبة له بس غريبة بالنسبة لك انه كابتن شاوي غريب مش الطريق اللي انت قلت عليه ده كابتن شاوي غريب من منتخب اول ومنتخب اول ومنتخب اوليمبي ومعد على كل المنتخبات وكالعب لها منتخب الشباب طبعا ليه مامشيتش نفس الطريق هل هي اللي هي علاقة بشخصيتك مثلا انك علاقاتك كلامك انك تتكلم مع الناس الموضوع بس مش مجرد سي فيو خلاص لأ بص يعني عايز اقولك مرحلة الفريل الاول سبع سنوات سبع سنين كان فيها نجاحات حاولت امشي في النص ما عارفش امشي هاولت اه جالي منتخب اولومبي كابتن سامنزير قاعد معايا وكابتن حسن شاحت رفض يمكن دي الخطوة اخرتني شوية في المنتخبات ولكن استفدت منها فنيا وبطولات خدنا اتالي بطولات مرحلة دي كنت ممكن امشي في الوقت ده بعد بطولتي مثلا وامشي بلاش التالتة كنت همسك في المنتخب الولومي وكابتن سامنزير قاعد معايا وقاعد يقنعني هو بيقنع نمسك كابتن حسن شاحت رفض تماما ان انا سيبه كنا رايحين في طولة انجولا في المعاشر بالضبط كده فدي يمكن شوية اخرتني في وسبع سنين في المنتخب طبعا السبع سنين فيها شغل كويس قوي واخد مساحة كويسة في الشغل كمان مش انت مش 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 شغال مثلا في المنتخب مساعدة لكابتن حسن بتجيب الكنزات والاقماع والاقمصات لا انت بتشتغل في الملعب ليك مساحة بتاعتك اه مساحة معينة بس مطلعش بره بالرواز بتاعك كابتن شاوليه مساحة كابتن حسن شاحت المدير فني بيدير كان فيه نجاح ما قدرتش تسمشي يعني برضو انت لا فيه نجاحات واحنا كمجموعة فيه تفاهم عالي جدا مع بعض كابتن احمد سليمان كابتن شوقي كابتن حسن سيم العدلي دكتور ماجد كنا مجموعة دكتور حسام الابراشي مجموعة كلنا سبع سنين شاوليه مع بعض فيهمنا بعض خلاص حدش قدر يختارقنا خلاص ليه بعد ما خلصت بقى الانجازات دي كلها حد قدر يختارقكو هل العلاقة ما زالت في الجهاز الفني ده الجهاز الفني التاريخي ده هي علاقة جيدة بين الجميع على طول طول الوقت الحمد لله طول الوقت كلنا على القلة باتصالي بقعد المسافات شوقي ساكن بعيد عنينا شوية انا وكابتن انا وحمد سلمان عاديين في اكتوبر كابتن حسن قعدت موانسين بس بيجينا اكتوبره يعني فيه بنتجمع مسلا مرة في الشهر لكن شوقي ممكن اتصال تلفوني بس يعني نكلم بعض بطبعنا على بعض بس ما فيش اي حاجة لا خالص خالص لا الحمد لله يعني من فترة في حكاية لما كنت بتكلم على منتخبات مصر وزاي التحدي الكرة ممكن يدير اجهازة فنية لمنتخب مصر قلت اني جهاز الفني جهاز الفني لمنتخب مصر 2006-2008-2010 جهاز الفني التاريخي ده لولا توفيق ربنا في ضربات الترجيح في 2006 كان الجهاز ده ما كملش ما كانش بقى عندنا جيل زهبي هل عندنا مشكلة في موضوع التخطيط طويل الامد يعني دايما احنا مرتبطين بنتيج ما لو لا قدر الله ما كناش كسمنا في عامل 2006 كان وارد تمشي كنت وارد جدا تمشي وخاصة البطولة كانت في مصر الزبط كانت بقى الامور صعبة جدا معاني قبل البطولة كان الهدف توصل قبل نهائي كان حالتنا صعبة كان الحالة صعبة جدا بعد طردلي يعني كان حالة صعبة جدا لكن الحمد لله التوفيق كان حالفنا وكسبنا البطولة طبعا بطولات تلات بطولات يعني طبعا تتكلم فيه لبكرة تتكلم في مستوى فني بدني مجموعة لعيبة بس وقتها كان فيه دعم بقى من كنت عايز بالدعم الاتحاد الكرة ولا كان الاتحاد الكرة مستنيكم لا لا كان فيه دعم مستني الغلطة بص النجاح ما بيجيش من جهاز فني بس لازم تدي النجاح اتحاد الكرة منفر لكل حاجة كانت تسيب الزير اللي ارحمه والمجموعة كلها مش عايزة هنسي حد من مجلس الادارة الدولة نفسها كانت بتسندك بشكل الدولة هتسند الناجح مش هتسند فاشل فانت ناجح فالناس كلها وقف عجبك بتسندك لازم قدي دور الاندية والاندية برضو هي الاساس ايوا الاهلي والزمالك واللعاب اللي هجيان من الاندية دي من اسماعيلي من المحلة من اي نادي النادي ليه دور كبير معاك يعني ما قدرش هنسب بازعلي ممكن المداربين يقول لك ده أنا اللي عملت فلان واعلق في المنتخبات بذات لأ الاندية ليها دور كبير معاك الاندية هي دعامة اللعب كويس مراته كويس اشتغل معاك كويس جايب المدربين كويسين جدا في الأندية بتيج انت الشطرة بتاعتك انت بازاي تركب فرقة ازاي تعمل فرقة ازاي اللي جاي من كل من عشر قندية بتجمعهم في فرقة واحدة وتعمل تيم يقدر يشتغل بفكرة كنت يعني كل فرقة تلعب بشكل معين مثلا لكن انت بتجمعهم في 3-4 ايام ازاي بسرعة تقدر تعمل تيم ما دي مشكلة برضو المدرب اللي يقدر يقفهم قدرات لعبته بسرعة يعني ما عودش بقى في لعب مدربين كويسين جدا بس بياخد وقت على ما ياخد يعرف خضرات لعبته ويعرف يركب تيم دي مشكلة كبيرة مشكلة المدير فني المتخب مصر ازاي بتبقى شغال طول الوقت انت شغلك مش 3-3 ايام المعسكر بس لا متابع فرقتك بتعمل تتصال باللعيبة بالمدربين عشان اللعيبة تبقى عايشة معاك لما تيجمع 3-3 ايام ما يفقوش بكلام جديد لا هو انت بتتصلي بي بتتكلمه بتتابعه بتعمله بتخطط المعسكرات بتخطط المتشاط حاجات كتيرة جدا في شغل اداري بتعمله كتير تيم كله اللي شغال الجهاز فني كله بيشتغل فترة الراحة في حاجات كتيرة حاجات ادارية دي اللي بتساعدك وقت المعسكر يعني خلاص اللعيبة جاهزة 3-4 ايام وتلعب مباراة فاصلة تلعب راح بطولة فده مهم جدا يعني طيب